في تصريح لقائد منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق وين روني نال اهتمام وسائل الإعلام الرياضية البريطانية والعالمية إذ كشف فيه عن رغبته في تدريب نادي إفرتون الذي انضم إلى صفوفه منذ بداية الموسم الحالي وعبر روني عن هذه الرغبة بعد نهاية مسيرته كلاعب داخل المستطيل الأخضر وأكد أنه مصمم على أن يصبح مديرا فنيا والبقاء في إفرتون أعتقد أن لديه الخبرة الكافية للتدريب لأنه كان لاعبا جيدا وأفضل الموجودين ويمتاز بقدرته على التواصل في عالم كرة القدم روني عبر عن شغفه في دخول عالم التدريب لأنه شيء الذي يريد أن يفعله عندما يعتزل اللعب مؤكدا أنه سيبحث عن فرصة تدريب بداية من الموسم المقبل وأضاف أنه يريد تدريب الفئة لأقل من 14 عام في فريق إفرتون بداية من الموسم المقبل وأنه سيعمل على الحصول على كل الدبلومات التدريبية حتى يتمكن من تحقيق رغبته الجامحة وحلمه في أن يصبح مديرا فنيا يوما ما روني سينجح في مهم التدريب إذا تحصل على الدفمة اللازمة وسيكون صبورا لأنه لديه إصرار على أن يكون مدربا وروني يمتاز على بقية أقرانه بأنه لاعب ليس فقط لاعب مهاري بل يمتاز بالروح القيادية التي هي أساس النجاح في عالم التدريب هذا وحصل روني على كل الألقاب التي نافس عليها مع فريقه السابق منشستر يونايتد والتي تبلغ 15 لقبا وبصفة فردية حصل على 22 جائزة نظير ما قدمه لمنتخب إنجلترا ومنشستر يونايتد وأيفرتون ويحتفظ الفتى الذهبي بالرقم القياسي في تسجيل الأهداف مع منتخب إنجلترا وفريق الشياطير الحمر مرحلة جديدة لروني يترقبها عشاق كرة القدم لا عوائق أمامها سوى مدة الحصول على الدبلومات التي قد تستغرق إلى 6 سنوات للوصول إلى عالم التدريب بدر العازمي لشبكة الإخبارية لندن